كده كتير يا تعاني بصراحة صبرت عليك كتير رصبين عني والله يا سلو قديك شايفة الحال ولا مالي يا حبيبتي ما يخصنيش مش من سنتين لما سلفتهم لك قلتيني هترجعيهم كمان كمشا لما المحروس ابنك يسافر صح ولا لا أيوا بس محروس جميعا بديني عملت انت لغبة فوق دمالي قالي انت مش قلتينيك مش محتاجاهم دلوقتي احتاجتهم يا حبيبتي احتاجتهم مهمش فلوسي لوحدي دي فلوس جوزي وعيالي أيوا بس احنا ما عادش اشتكالك فؤاد يا تود خلطك يا تود ساكت ماشي ماشي يا سلو سلو انا جاي لحد عندك عشان استسمحك تسبري علي شوي أنا مش شرانية يا حبيبتي ولا قلبي مين بس انت اللي نايمة في العسأل وعايزة ألمين يفوقوكي ألمين يا سلو أيوا ألمين انت يخطيك كبيرة آه بس مش عيب ان انا ديكي دروس في الدنيا علشان تبطلي هبل إيه واعي تكون يفهم ان طيبة قلبك دي هتنجيكي لا يا حبيبتي دي هتزود الطين فوق دماغك وهي مزودة خلقه بصي حواليك وشوفي ابنك اللي صايع في الشوارع من جمعة لجمعة اللي عارف هو عايز إيه ولا مع مين ولا ضد مين ولا أبوه أبو اللي مات بحصرته بخناقه معاه ولا بنتك يا أختي اللي صرتها على كل لسان كل دا وما بتفوقيش مات فوقي بقى فوقي ماشي يا سلو قديني بس فرصة يومينا ضبر المبلغ حق علي يا أختي تهاني استني يا تهاني تهاني استني طب اشربت أهوة بتاعتك طيب يا تهاني اللي انت عمتيد يا سلوة مش عايزة اسمع ولا كلمة في الموضوع دا وانت بدتي فرصة لأي حد يتكلم ليه كده يا سلوة ليه أحسن خليها تفوق مش بالأسوة دي البن قدم لما يلاقي واحد بيغرق قدامه بيمد يده ويطلعه الأول وبعدين يقوله إيه اللي غلط فيه مش يدوس عليه لغاية ما يفرفر في إيده حقول إيه ما انت قال بكتاري زيها هي وجوزها الله يرحمه أنا بقى دبش وما بخافش غير من ربنا في قلت الحق على رأيي المثل يا بغت من بكاني وبك علي بكاني بكان يا سلوة مش دبعني ترميز 27500 معامل تصحيح خطأ 5 على 6